لذلك تنال الإمامة بإذن الله إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يفصل بين الإسرائيليين ويفصل بين الخلق أجمعين فيما كانوا فيه يختلفون ثم قال تعالى أولم يهدي لهم أولم يتبين لهم أولم يظهر لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم فهذا يحملنا على أن نفكر في من حولنا فكر في جيرانك فلان مات وفلان مات وفلان ماتت وهذا مات على الكبر وهذا مات شابا وهذا مات طفلا صغيرا وهذه فتاة في الثانوية ماتت وتلك امرأة عجوز ماتت وطفلة في المهدي ماتت لا تفريق ولا تظن أنك ستعيش زمنا كبيرا ولا تموت إلا عند الكبر لا تظن هذا فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر قال تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون قال لم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعمهم وأنفسهم آفلا يبصرون فالامتنان أيضا بإطعام الأنعام امتنان من الله علينا بأن أطعمنا وامتنان بأنه أطعم أيضا أنعمنا لأنه إذا لم يطعم أنعمنا ستموت الأنعام ونهلك أيضا باتبع ونموت نحن أيضا باتبع فقد قال تعالى وفاكهة وأبى متاعا لكم ولأنعمكم عنبا وقضبا الآيات فيها متاعا لكم ولأنعمكم